والآن من أمام مستشفى الشفاء في غزين ضمئلين الصحفي خضر أزعنون خضر أهلا بك إذن أنت الآن أمام مستشفى الشفاء كنا نتابع الوضع منذ أيام أمام هذا المستشفى الرئيسي في هذه المنطقة مزالت العمليات مستمرة مزال المستشفى يستقبل المرضى على عكس بعض المستشفيات التي خضعت لتهديدات الإسرائيلية بها الإخلاء لنتحدث بداية عن الوضع الميداني حيث أنت نعم مساء الخير لك ولكل المشاهدين بالفعل الغارات الإسرائيلية بصراحة لم تتوقف خلال الدقائق القليلة الماضية وكانت بشكل مركز في منطقة وسط قطع غزة وتحديدا في منطقة المغراقة وأيضا منطقة وادي غزة ومخيم النصيرات ومخيم المغازي ومخيم البريج إحدى الغارات استهدفت بشكل مباشر منزلا يعود لعائلة اللوحة في منطقة المغراقة ما أدى إلى سقوط ضحايا على الأقل ثلاثة من الضحايا تم انتشالهم ونقلهم إلى مستشفى شودي الأقصى في مدينة دير البلحة المجاورة وأيضا سبق ذلك استهداف عدة منازل هنا في مدينة غزة وأيضا في شمال القطاع حيث أنه تم استهداف أحد المنازل يعود لعائلة أبو القمصان في شمال القطاع وخلال هذه الغارة التي نفذتها طائرة إسرائيلية يعني وقع ضحايا كل من كان في هذا المنزل يعني أصبحوا ضحايا فيما نجت طفلة صغيرة يعني من هذه الغارة وأصبحت جميع الأسرة أو جميع العائلة لهذه الطفلة هي في عداد الضحايا هذا يتزامن أيضا مع عمليات غارات متواصلة من الطائرات الإسرائيلية على المناطق المختلفة من قطاع غزة وأيضا في المناطق الجنوبية سواء في مدينة خانيونس أو مدينة رفح وبصراحة هذا يؤدي إلى سقوط ووقوع المزيد من الضحايا وأيضا الجرحى في صفوف المواطنين لأن ما يتم استهدافه هو منازل مأهولة بالسكان إذ أن الطائرات الإسرائيلية تقوم بالغارات على هذه المنازل ولكن دون سابق انذار ما يوقع الأعداد الكبيرة من الضحايا وأيضا من المصابين نعم خاضر الرجيش الإسرائيلي هو يتحدث اليوم عن استعداد للعملية البرية المحتملة في قطاع غزة هو جدد الدعوة لسكان قطاع غزة بالانتقال من الشمال إلى الجنوب والنزوح من الشمال إلى الجنوب هل حركة النزوح مستمرة وكيف تجري هذه الأمور هل الطرق مؤمنة هل يمكن فعلا للمدنيين التحرك من الشمال إلى الجنوب بصراحة يعني الواضح من الغارات المكثفة التي تشن سواء هنا على مدينة غزة أو في شمال القطاع واضح جدا أن هذا كله يمهد لعملية برية قد يقوم بها الجيش الإسرائيلي خلال الفترة المقبلة ولكن فيما يتعلق بعملية النزوح من قبل الأهالي والأسر هنا في مدينة غزة أو في شمال القطاع فهي بالفعل هناك العديد من الأسر التي تترك منازلها قصرا وتتوجه إما إلى مدينة غزة ومحيطها أو إلى المناطق الجنوبية من القطاع وهي بالمناسبة محفوفة بالمخاطر إذ لا يوجد مكان آمن هنا في قطاع غزة حيث أنه تم استهداف العديد من الأسر التي سواء نزحت إلى أقارب لها في الجنوب أو التي تقيم في داخل المدارس وكالة الغوث أو حتى في مركز الإيواء الموجود في مدينة خانونس والذي يضم أكثر من 22 ألف نازحة ممن نزحوا من مدينة غزة وأيضا من شمال القطاع نعم شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والتفاصيل نتمنى لك السلامة ولكل فريقنا من أمام مستشفى الشفاء في غزة كنت معنا الصحفي خضر الزعنون